موسيقى 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 أهلا ومرحبا بحضرتكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من المشهد ومشهد جديد عن الملف اللبناني في ضوء الطورات المتلاحقة المستمرة والمتعلقة بهذا المشهد منذ حوالي الشهرين فقد كثفت الكتل السياسية اللبنانية اليوم اتصالاتها وذلك قبيل انطلاق الاستشارات النيابية غدا برعاية رئيس الجمهورية من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة فمن المقرر أن يعقد الرئيس اللبناني ميشيل عون الغد الخميس أولى جلسات الاستشارات النيابية الملزمة حسب الدستور مع الكتل السياسية في قصرة بعبدة من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة بينما قد تعيد الاستشارات النيابية تكليف الحريري بتشكيل حكومة جديدة فإنه من المرجح أيضا أن تتم تسمية شخصية تحظى بتوافق الأحزاب الرئيسية للقيام بهذه المهمة لبنان يشهد منذ السابع عشر من أكتوبر احتجاجات أدت لاستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وسط غضب من إخفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها لبنان منذ نهايات الحرب الأهلية اللبنانية والتي دارت بين عامي 75 و 90 من العام أو من القرن الماضي ووسط ضوابية المشهد لم تستبعد مصادر وزارية إمكانية تأجيل الاستشارات النيابية لمرة ثالثة في ظل تعصر الحريري بالحصول على غطاء من الكتل النيابية المساحية الرئيسية في البرلمان وعدم التوجه لتسمية شخصية بديلة إذن المخاوف من انزلاق لبنان لمستنقع الفوضى في حال تأخر تشكيل الحكومة وكانت هناك محاولات متكررة في اليومين الماضيين لإثارة النعرات الطائفية من جديد وتصعيد الوضع في الشارع مما استدعى تدخل الجيش اللبناني لحماية المتظاهرين بعد أن أطمت مجموعة من الشباب على حرق خيام المتظاهرين إذن أبعاد الأزمة اللبنانية الحالية وأطرفها وما الذي يجعل الحل متعثرا حتى الآن إمكانية الحل كل هذه الموضوعات مطروحة على ضيفنا وضيفكم الكريم في هذه الحلقة من المشهد السيد إدمون بوتروس المحلل السياسي ورئيس الرابطة القبطية في لبنان وأيضا رئيس مؤتمر الأقليات بنرحب بك سيد إدمون شرفتنا وبتأكيد هيكون الحديث مع حضرتك حول هذه الأزمة مفيد وقد يطرح بإذن الله بعض الحلول الخروج من هذا المغزر نستأذن حضرتك فقط نتابع مع مشاهدين الكرام تطورات الأزمة اللبنانية الأخيرة في هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش مع ضيفنا الكريم وسط انقسامات بين القوى السياسية والتوتر في الشارع اللبناني أرجى الرئيس اللبناني ميشيل عون للمرة الثانية موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية رئاسة الجمهورية أوضحت أن عون قد اتخذ القرار استجابة لطلب من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمرشح لتولي المنصب مجددا وقالت الرئاسة اللبنانية في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن عون تجاوب مع رغبة الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات اللبنانية إلى غد الخميس لإجراء مزيد من التشاور في موضوع تشكيل الحكومة الحريري ومن جانبه برر طلبه تأجيل الاستشارات في بيان له كونها ستؤدي إلى تسمية من دون مشاركة أي كتلة مسيحية ذات وزن فيها في دولة يقوم نظامها السياسي على المحاصصة الطائفية والسياسية وكان من المقرر أن تبدأ الاستشارات النيابية صباح الاثنين الماضي بعدما بدأ الحريري المرشح الأوفر حظا إلى أن إعلان حزب القوات اللبنانية بعد الطيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون ويعدان الكتلتان المسيحيتان الأكبر حجما في المشهد السياسي اللبناني إحجامهما عن تسمية الحريري قد أعاد خلط الأوراق السياسية مجددا ويعكس تأجيل الاستشارات النيابية حجم الأزمة السياسية فيما يعاني لبنان من انهيار اقتصادي ومالي يهدد اللبنانيين في وظائفهم ومصادر رزقهم وسط احتجاجات شعبية غير مسبوقة ومستمرة منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتي أدت لاستقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء وذلك وسط غضب من إقفاق الحكومة في معالجة أسوأ أزمة اقتصادية بالبلاد منذ الحرب الأهلية اللبنانية من جديد لحضراتكم التحية والترحيب موصول لضفنا وضفكم الكريم في هذه الحلقة من المشهد السيد إدمون بطرس المحلل السياسي ورئيس الرابطة القبطية في لبنان من جديد لك التحية سيد إدمون واسمح لي أن ألقي سؤالي الأول بهذه الصورة لأنه بعد استئناف المشاورات لتشكيل الحكومة من جديد في لبنان بعد توقف دامة لبضعة أيام بناء على طلب الحريري عاد الجدل وهذه هي شعارات هذه المرحلة حكومة تكنقراط لا تفيد إذن حكومة تكنوسياسية هي الأنسب الحريري هو الأنسب لتشكيل الحكومة الحريري يعتذر إذن هناك معضلة في الرسوة على بر أمان إن صح التعبير ما هي المعضلة الحقيقية في لبنان الآن؟ من أول شيء أن حكومة تكنقراط ليس مفيدة؟ بالعكس هذا المطلب الجماهيري والشعبي يعني بـ 17 أكتوبر نزل عالم بسبب وجع وجوع بالشارع بسبب اختماق اقتصادي نتيجة الفساد نتيجة الهدر نتيجة سوق الإدارة للبلاد مش موضوعه بس فقط فساد فساد هدر وسوق إدارة أدى إلى انكماش اقتصادي مش بها الشهر هذا لآخر 3 سنين الناس كانت عم تستمر مثل ما بقوله من قلة الموت من المدخرات الموجودة عندها من المبيعات اليومية من المرتبات وصلت لوقت أنه بطل فيه مداخيل عند المؤسسات الفردية والصين المصانع الكبيرة وصار فيهجة لرؤوس الأموال وهجة للصناعة أدى إلى انكماش نهيك أنه من سنة 2013 و13 دول تعوون خليجي منعت رعاياها يجوى على لبنان مما أثر على الاقتصاد اللبناني بشكل مباشر من السياحة والصرف اللي بيصرفوه المكان الخالجيين أو المختربين اللبنانيين عايشين بدول الخليج هذا أدى كمانا إلى انكماش اقتصادي وتوقف تسهيلات المصرفية لشراء البيوت بالتقسيط بانك الإسكان والمصرف الإسكان أدى إلى انكماش بالعالم العقاري يلي بطل فيه عملية تطوير عقاري ومبيعات عقارية وتوقف الشباب عن أنه يقدر يشترو بات بالقسط لعمر 70 سنة فهذا كله عمل نوع من الحالة الإرباك بالاقتصاد وأدى إلى انكماش أكتر تسمحني سيد أيدمون بدون مقاطعة حضرتك يمكن وصفة الأزمة اللبنانية كما يقول كل رأي منصف لبناني يعني وصف دقيق لكن هستغل كلمة مفتاحية حضرتك قلتها في بداية حديثك وهي من قال أنه لا تصلح أن تكون هناك حكومة تقنقر النظام السياسي يلي ما يسك لسه ما ترحت السؤال يا حضرتك سيد أيدمون اسمحلي ربما يكون هذا هو المطلب الأسمى لأي تظاهرة أو وقفة احتجاجية أو حتى ثورة ولكن هل ده أمر ممكن في لبنان بالفعل مع كل التعقيدات السياسية القائمة يعني ربما حتى هناك توفق على السيد سعد الحريري الآن كرئيس للحكومة بس إثناء طائفة واحدة ربما حدك يعني أعلم بها مني وتعلم من الذي يرفض تولي سعد الحريري لرئاسة الوزراء من جديد نعم أولا خلينا نرجع لنقطة الأساس لما نزل المتظاهرين في الشارع شو كان مطلبون استقالة الحكومة برئاسة سعد الحريري تمام فإذا هل ينفع أن يكون سعد الحريري رئيس حكومة طالما هو المطلب الأساسي كان باستقالته تمام طب إذا رجع على رئاسة الحكومة مرة تانية شو نكون عملنا رجع على ساعة السفر لو رجع للحكومة رئيسا ولكن حكومة بشكل مختلف تكنقراط أو تكنو سياسية ده شرمي طبعا داخل اللبناني أنا وناخش معك لحضر الموضوع من زاوية أكاديمية أو من زاوية إعلامية هل ده ممكن أم هذا ممكن أكتر تكنقراط أم تكنو سياسية يا سيد الكريم لحبدي معك بالآخر متما أقوله بالمصري القوات اللبنانية بالتحديد صرحوا أنه هن مش لح يسموا حدا لرئاس الحكومة وبالتحديد مش لح يسموا ساعد الحريري تمام فهن كانوا الغطاء داخل 14 أزار لساعد الحريري بالحكومة وخرجوا وخرجوا أو ما بدون يسموه في حين الفريق الآخر بـ 8 أزار عندهم طيار الوطن الحر بالحكومة الغطاء المسيحي اليوم القوات اللبنانية اللي قلت أنت عندهم الحزبان الأقوى مسيحيا سحبوا ثقتهم من ساعد الحريري ولكن الانسحاب بناء على دراسة موضوعية للقوات اللبنانية عن الشارع ومطلب الشارع اللبناني إنه لا يريد ساعد الحريري تحاول قوات اللبنانية اليوم أن تكون أكثر انسجاما مع الشارع أكثر قربا مع الشارع وتفكير الشارع وفكر الشباب فعم تجي بتقول لقوات لبنانية إحنا ما بدنا نسمي سعد الحريري ما بتقول إحنا بدنا نسمي حدا تاني ضده عم تقول ما بدنا نسمي سعد الحريري لأنه هن هلأ بيعتبروا حالهم هن بالمعارضة أو هن خارج تركيب حكومالك خاصة أن هن انسحبوا بالحكومة الحكومة قبل استقالت الحكومة هن ب17 أكتوبر لما نزل الشارع بحركة مطلبية باستقالة الحكومة هن بعد يومين القوات اللبنانية انسحبوا من الحكومة هذا قبل استقالة رئيس الحريري فإذا هن عم بفكروا بطريقة الشباب وبطريقة تفكير الشارع فإذا اليوم إذا القوات اللبنانية يهلي من تركيبة السياسية اللي اتبع سعد الحريري أو من تركيبة السياسية 14 أصدار هم تقولك نحن ما عندنا سئة بسعد الحريري والشارع ما عنده سئة بسعد الحريري لين إصرار على سعد الحريري؟ هذا السؤال لين إصرار أنه أنا أو لا أحد هل عليه توفق سياسي ما سيد إدمون ربما شيعي وسني أيضا الشيعة حتما مصرين الشيعة بالجنحين الشيعية حزب الله وحركة أمل مصرين أنه يكون سعد الحريري مترأس الحكومة الطيار الوطن الحر سابقا قبل الانسحاب هلأ ويقولوا أنه هن يصاروا بالمعارضة وما بدين يشاركوا بالحكومة كان مصرين على سعد الحريري الترأس أو بالأحرى رئيس الجمهورية فإذا السلسة حركة أمل حزب الله وطيار وطن الحر أو رئيس الجمهورية خلينا نقول مصرين أنه سعد الحريري يكون هو الرئيس التوافق لحكومة تكنو سياسية الشارع ما بده تكنو سياسي لأنه ما بده نفسه طبقة سياسية هل من الممكن سياسيا في لبنان الآن تشكيل حكومة تكنو قراد بشكل كامل أو بشكل كبير ماذا المانع؟ فكر فيها أنت كشخص مراقب للحالة اللبنانية ماذا المانع؟ إذا الأحزاب السياسية في لبنان فعلا جدية عم تبحث عن حل ومن خايفة على وجودها فليكن تكون فيها حكومة تكنو قراد غير سياسية هالحكومة غير سياسية مش لح تلغي أي حزب سياسي ولا طيار سياسي ولا طيار وطني بكافة أشكاله وألوانه وأنواعه واته ماذا ما تلغي؟ فإذا من شو خيفانين؟ الأحزاب اليوم يا سيد الكريم على الأرض قوية مش لح تجلي لا حكومة تكنو قراد ولا حكومة سياسية ولا حكومة تكنو سياسية تقدر تلخي وجود حدا في الشارع فإذا من شو الخوف؟ مطلوب اليوم من النظام السياسي بكل أركانه بكل أطيافه بكل توجهاته بكل أحزابه سياسية يدعموا حكومة تكنو قراد لأنه نحنا مش ممكن نستمر النظام المصرفي في لبنان مهدد بالإفلاس يعني نحنا عم نحكي عن النظام الثاني في العالم يلي بيحمل طابع السرية المصرفية اقتصاد لبنان قائم على السرية المصرفية لرؤوس أموال أجنبية وغربية وعربية وغريبة تودع في المصرف اللبنانية لأشخاص غير لبنانيين اليوم ستدعتك 200 دولار بأسبوع يعني إذا أنت معك 100 مليون دولار تجيب توقف بالبنك لتاخد 200 دولار بأسبوع طب لما تنحلها الأزمة شو أولك أول شيء اللي حيعملوا رأس ماليين اللي حيسحبوا أموالهم من مصرف لبنان ومش اللي حيرجعوا يحطوهم مرة تانية اليوم السقة المصرف اللبنانية مهددة فيه سؤال كنت هتوضع به لحضرتك لكن هنقله إلى ضيف كريم آخر عبر الهاتف ومن حضرتك طبعا تعلق على السؤال والإجابة بعد قليل معي عبر الهاتف من بيروت السيد أحمد عز الدين المحلل السياسي سيد أحمد بعل التحية يعني السؤال المطروح الآن إذا كان في رأيي ضيفي الكريم السيد إدمون بطرس المحل السياسي ورئيس الرابطة القطية في لبنان إنه ما المانع أن تكون هناك حكومة تكنقراط جديدة في لبنان تحل المشكلات حلا فعليا وجذريا هل يمكن التعويل على طول النفس من صحة تعبير فشل تشكيل الحكومة مرتين في فترة تمتد لشهرين من 17 أكتوبر وحتى اليوم 18 ديسمبر يعني هو الذي يمنع قيام حكومة تكنقراط أن طرس سياسية إذا وافقت على أنها لن تشارك في الحكومة هذا يعني أولا الأمر الأول هي أنها ربما أقرت بمسؤوليتها عن كل محصة في البلد وعن هذا الفساد والهدر والإثلاس في البلد هذا أولا وثانيا هي أيضا تعتبر أن الحكومة تكنقراط ربما تسحب البلد تدريجيا شيئا فشيئا من تحت أقدام أطراف القوى السياسية والتي كلها بالتالي تتمسك بمواقعها وهي تعتبر نفسها زعمات طائسية زعمات المناطق والتالي لن تتخلى عن هذه المكتسبات التي حققتها على مدى عقوب هذه طبيعة الأمور يعني ليس من السهل أن تسلم هذه الطريقة بهذا الأمر الواقع وهو التالي هي تحاوط أن تستمر في هذا القدر المكامل نعم بشكرك شكرا جزيلا على هذه حركة لك تعليق قبل ما نغتي معها بأكدنا بشكرك شكرا جزيلا السيد أحمد عز الدين المحل السياسي كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا جزيلا لك فضل عم بأكدنا تأكيد غير قبل الشكل أن الأحزاب اللي بالسلطة هي اللي عم تمانع تأليف حكومة تكنوكراط لأنها خايفة تخسر مكتسباتها المكتسبات اللي اكتسبوها من سنة 1992 صراع المكتسبات ده ممكن يستمر قدي سيد قدم ما أفضأ في شي بالبنان اليوم تقول عنه مكتسبات عاب وعار إن ما تقول مكتسبات مكتسبات لحزب ضد مين ضد الشعب اللبناني أو لأحزاب ضد جزء آخر من الشعب اللبناني مش أني بقولوا نحنا الشعب وإنتوا نحنا فإذا المكتسبات هذه مش لازم تكون مكتسبات حزبية ولا مكتسبات تقفية ولا مكتسبات مبهبية مكتسبات سياسية ومدية وهذا لازم تكون مكتسبات وطنية للشعب كله مكتسبات مثل تحكي عنها مالية يعني هذا فساد بحد ذاته فإذا نحن هون بحالة صبع وتصادم مباشر مش لهك تأليف حكومي برئاسة الحريري وحكومة تكنوسياسية مش لح تشوف النور ولح يرجعوا المتظهرين ينزلوا بالشارع ضده مثل ما نزدوا ضد مرشح كل مرشح رشح الحريري هل الحل المرشح للواقع هو تدخل الجيش اللبناني بحكومة أيضا لأنه ربما هذا ما تدعمه فرنسا الآن شوف الحالة اللبنانية حالة معقدة مما هي مرهونة برأي فرنسا أو برأي أمريكا على حدى أو رأي روسيا على حدى هي حالة متشابكة محلية إقليمية دولية فيها عدة لاعبين من الولادة المتحدة الأمريكية إلى إنجلترا إلى فرنسا إلى الاتحاد الأوروبي مجتمعا إلى روسيا إلى السعودية وإيران وسوريا شاء أمن شاء أبا من أبا إذا عم نحكي هذا الشيء ولو لكن هذه هي الحالة اللبنانية لسبب تجي فرنسا بتبدي رأيها بيطلع طرف تاني بيبدي رأي مغير لازم يوصل للتوافق لسبب الجيش اللبناني اليوم لعب دور كتير مهم أنه يقدر يفصل التصادم من المتظاهرين فريق بيجي بيحرق خيام فريق بيجي بيكسر فريق كذا اليوم الجيش اللبناني له ستين يوم بالسكنات عم بياخد كل تسعة أيام يوم إجازة العسكري اللي هي تفوق قاقته طاقته الجسدية للعسكري لأيقدر يفصل بين المتصدرين اللي هلأ الحمد لله ناجح وبيضلوا ناجح بالموضوع ما بيعتقد بيصير فيه تدخل بلبنان عسكري أو لجيش اللبناني إلا بحالة واحدة بحالة واحدة وأخشى ما أخشاه أنه نوصل لحاية الانهيار للدولة انهيار مصر في الدولة ساعة هونيكي بيصير فيه تدخل مش لجيش اللبناني بيصير فيه لحكومة لحكومة بمجلس العسكري وليس حكومة عسكرية حكومة مؤقتة هي بتشتغل على حكومة تكنوكراط ولكن هون بتكون صارت الحالة اللبنانية تم تأميمة من المجتمع الدولي ولسبب أنا أقول خلينا نحن ما نوصل لهذا الموضوع لهذا الموضوع صار موضوع بحث على الطاولات المجتمع الدولي نحن لبنان اليوم مهدد الدولي مهدد بالإفلاس الجيش اللبناني بعطوه يقبض العسكريات تبعها شهرين المؤسسة فيها الدولة تقبض المواصفينها شهرين تبعه بعدنا هي العملية السياسية كلها ونصح التعبير ولعبة التفاوض والحصول على أكبر مكتسبات وتقديم أقل تضحيات لو سألت حضرك بعد شهرين هل يمكن أن يقبل الشارع اللبناني وأن تخمض نار الاحتجاج فيه إذا قدمت له حكومة تمثل مثلا ما يمكن وصه بحل وسط أم أنه حركت راهن على استمرار هذه الجزوة الخاصة بالاحتجاجات حتى تتم أو يتم تحقيق مطالب الشارع أستاذ أيمان الأسبوع اللي فات صار في عنا حركة انتحار متتالي متكرر واحدة من الحالات أنه فيه طفلي طلبت من والدها منقوشي يعني إذا دا تقول عجيني فطري مفهوم شبيهة ببعض المعجلات المصرية نعم البي ما كان مو ألف ليرة ولا بالبيت في ألف ليرة اللي يشتري لها البنة طلع لبرة وانتحر طلع خارج البيت وانتحر نحنا نوصل لوقت أنه حتى بالحرب العالمية التانية مصر فيه مجاعة باللبنان مصر فيه حدا ننتحر بسبب الجوع أو بسبب القل المالية نحنا اليوم بحالة كتير خطيرة وبعدنا عم نحكي عن المقتسبات سياسية أي مقتسبات لما كل الأحزاب بيخسروا كل الوطن وكل الشعب نحنا بدنا نرجع نعمل إعادة حسابات إلى تسفير السكور إلى السفر والانطلاق السفر لكل مع بعض الأحزاب هل فيه أسماء سيد إدمون يعني ممكن ترشح سواء في تشكيل حكومة تكنقراط زي ما حدثك متمسك مع الشارع اللبناني وأيضا تصلح وتقبل في رئاستها بمعنى أن كل الأسماء المطروحة حتى الآن إما خبرات سياسية سابقة وإما رجال أعمال ربما يدخل فيه معادلة السياسة بصورة من الصور فهل هناك أسماء مطروحة حتى يتحقق المطلب؟ شوص باللبنان بيحمل بجعبته شخصيات محلية وعالمية كتير كبيرة وصلت لمراكز كتير كبيرة بالعالم فليس شرط يكون شخص موجود في لبنان ها واحد الثاني شي إذا عم نحكي عن شخصيات تكنقراط غير قادرة لإدارة البلاد هاي دي رئيس رئيس حكومة رئيس حكومة تنفيذية وليس زعيمة وليس زعيمة ولكن اليوم إذا بدنا نروح لهالمبدأ إنه شخص بدي يكون بيعرف يدير أو رجل أعمال في عندنا نحنا الوزيرة ليلة صلحي حمادي يلي هي ابنة رئيس ورزراء لبنان وشخصيات الاستقلال لبناني وزوجة الشخصية الاستقلالية العظيمة صبر حمادي فإذا هي من الملتان إنساني مقتدرة وهي تدير مؤسسة إنسانية واجتماعية عالمية عندها خبرات كبيرة وكانت وزيرة في لبنان فإذا عندها خبرات فإذا خلينا نطلق من حد لأدنى إذا بنحكي نحن عن السيدة ليلة حمادي ليلة صلحي حمادي وفي غيرها ولكن نحن نقول هذه السيدة تتمتع تصلح لرئاسة الوزارة تتمتع بالتوافق الشعبي وتوافق كل الأحزاب اللبنانية واحترام وتقدير للمجتمع الدولي فإذا خلينا نطلق من الإسم ونجي نقول ما في أسامة إلا فلان وخلينا نقول أنه سعد الحريري أو لا أحد أنه سعد الحريري صحيح على المستوى السني هو أكثر تمثيلا ولكن أي رئيس حكومي بيجي اليوم على رئيس حكومة اللبنانية هو يمثل الطبقة السنية والطبقة المسيحية والطبقة الشعية والدرزية واللبنانية كلها صحيح ولكن لا يكون رئيس حكومي في لبنان إلا سني من أتى إلى هذا المركز هو سني ما هو السؤال هل هل ما يحدث لبنان سيؤدي إلى إنهاء اتفاق الطائف لا ما بعتقد لأنه إعادة النظر باتفاق الطائف شغلة معقدة جدا وعم تحكي عن دستور جديد ومفهوم جديد وطوافق اجتماعي جديد ونحنا الموجودين فيه نحنا اليوم مش عم نخلص منه نجي نحكي نبحث بعقب اجتماعي اجتماعي جديد شغلة جدا معنا نحنا الطائف مش بحاجة لإعادة صيغة بحاجة لتطبيق لتطبيق من جواف الطائف الطائف من التطبيق الأحزاب السلطة التناقضات بين الأحزاب السلطة هن اللي ما طبقوا الطائف المطلوب اليوم إنه هن يحطوا اجتماعي جديد على الأرض ويحافظوا على رأسهم فوق كتافهم ما يعيشوا بجنون العظمي إنه هن ما حدا قادر عليهم صاروا هن خارج الحوار الشعبي وليس الحوار السياسي الشعب رفضهم مبارح حصل عنا ما بدي يسمي رئيس حكومة أصبح كان بحفلة للريستال للميلاد الناس صارت تزقف وطايت بالإسم تندهل ونيطلع برة أصبح اليوم العالم عم تاكل وجه وجه المسؤولين اللي كانوا بالدولة طب اليوم هالناس اللي هن بالأحزاب عم يحكوا عن المقتسبات كيف بدين يمشوا بالشارع اللبناني كيف بدين يمشوا هن وعائلاتهم هن وولادهم هن وزوجاتهم هن ووجالهم إذا كانوا سيدات بالسلطة فإذا أن اليوم في عامل ثقة بين الشعب والمسؤولين بالسلطة اللي عم بقولهم بيحكوا عن المقتسبات سياسية لها سبع بقول بعد عندهم فرصة أنه هن يتوافقوا مع الشعب ولكن إذا هن أصروا بهذا التعامل اللي هن موجودين فيها هلأ مش رح يصل لوقت أنه يقدروا بعدما يعملوا إعادة بلورة العلاقة بين حزاب السلطة الحلية وhaps وبين القاعدة الشعبية يلي عم بطالب مشيه كتير ممطئ يعني 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 ليحق الحياة نعم مش عم بطالبوا بمقتسبات سياسية نفهوت عم بطالبوا بالمي عم بطالبوا بالكهربة عم بطالبوا بعلم عم بطالبوا بتبابة عم بطالبوا بتسفيط طرقات عم بطالبوا بمقابل الضرائب اللي عم يدفعوها أنه عندهم واجبات وعندهم الحقوق ما يطلبوا بشيء ما بدهم شيء ما بدهم امتيازات ما بدهم أوبسيونات بدهم الحد الأدنى من الحياة يعيشوا ببلدهم بكرارة المواقف الاحتجاجية أو الثورية حتى بتكون أسبابها في النهاية أسباب اقتصادية يعني هي فرصة الحياة فرصة المعيشة زي ما حدثت ذكرت أنه يكون فيه عمل يكون فيه دخل يكون فيه قدرة على الانفاق ويكون فيه خدمات يتقدمها الدولة هو السؤال وأنا بحية حدثتك على اختيار مثال من الأمثلة بصرف النظر عن مدى مطابقته للواقع أو ترشحه من طيرات سياسية أخرى السيدة ليلة صلح حميدة كما أشرت حضرتك يعني في إطار البحث هل يمكن أن تقبل يعني بالطبع كسيدة بالطبع بالطبع ما هي كبرت ما هي كانت وزيرة ليش لا وبعد هنا خلينا نمسك يعني خلينا نفكر يمكن أن يحدث عليها توفق بالطبع طالعا ما ما فيه عليها يعني كفة نظيف كفة نظيف اليوم كل الأشخاص اللي تم طرحهم الصفضي هل التاريخ اللبناني يسمح بتولي سيدة لرئاس الوزراء لا لا أكيد الصفضي لما سموه راحوا أهالة رابلوس عنده وحكوا بالفساد سمير الخطيب كذلك الأمر مئاتي كذلك الأمر يعني كل الشخصيات طرحت اليوم ليلة صلح ما في عليها أي شائبة أنك تحكي عنها بالفساد المالي أو الفساد السياسي أو الفساد الفكري هل ترشح الاسم قبل ذلك؟ مجتمع المدني يرشح الاسم ويمكن أن يطرح غدا في الاستشارات النيابية أو في الخطرة المدني يرشح الاسم في أسامي متعددة طرح المجتمع المدني والحراك الشعبي من ضمن اسم ليلة صلح أنا ضمن مجموعة الأسماء الموجودة أرى أنه ليلة صلح أكثر خبرة لإدارة حكومة وإدارة دولة بين الأسماء الممتازة الجميل في كلام حراك أنك قلت في النهاية مش مطلوب أنه يكون رئيس الوزراء زعيم سياسي يبدو ما يكون مدير تنفيذ لأنه الوزراء معه في التشكيلة الحكومية هم اللي هيشتغلوا بالفعل وبالرغم من هذا كله أنا عم زيد على الزعيمة أنه هذه السيدة هي ابنة الزعيم رياض الصلح يعني مؤسس لدولة لبنانية المستقلة ورجال استقلال يبقى أن المشكلة ستكون في التشكيل إذا افترضنا أن الاسم أمره يمكن أن يكون أسهل هل التشكيل في النهاية سيخضع للمحاصصة السياسية أم للحل بالخبرة العلمية وكونها تبقى حكومة تكنوكرا أستاذ أيمن نحن اليوم ندون شك دعني نحكي الأمور مثل ما هي بالظبط الهاجس الأساسي اليوم في تأليف الحكومة في لبنان يكمن عند من؟ يكمن عند حزب الله يكمن عند حزب الله حزب الله يخشى أن تأتي حكومة تعقد أي اتفاق مع المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة لأي تدخل بشكل من الأشكال في الحالة اللبنانية بما يختص سلاح حزب الله خلينا نكون واضحين نحن اتفاقنا اليقرات محلية وإقليمية ودولية فإذا موضوع سلاح حزب الله موضوع سلاح حزب الله هو الخوف الموجود عند حزب الله من تأليف أي حكومة لا تضمن عدم ألمس أو عدم التكلم أو البحث بموضوع سلاح حزب الله عظيم؟ طيب اليوم حكومة تكلمقرات قادرة أن تواجه حزب الله؟ لا خلينا نكون منطقيين هذا السلاح أقوى من سلاح الجيش اللبناني أقوى من سلاح الدولة اللبنانية سلاح هذا واجهته إسرائيل بال2006 ولم تستطع عليه صح؟ فإذا خلينا نكون منطقيين منحبه ما منحبه نحن معه ولا نحن مش معه؟ هذه قوة عسكرية متواجدة في لبنان قوية حكومة تكلمقرات شو بدأت تعمل؟ بس قبل ما تكمل بقى إذن حضرتك وطبعا ده مش في إطار مواقف شخصية أو سياسية بالعكس هو في إطار ضبط المفاهيم زي ما حضرتك قلت منذ قليل لبنان هو لبنان بكل مكوناته هي أن كانت بقى شيعية، سنية، درزية، مسيحية أو غيره هي دي مكونات الشعب اللبناني في النهاية فلابد أن يكون هناك نوع من أنواع الوحدة ما ده الهدف الأمثل والأسمى سيد إدمون نعم، الوحدة على شو؟ بصرف النظر عن موقف حزب الله أو غيره الوحدة على إيه؟ على أساس الوطنية والمواطنة الوطنية والمواطنة اللبنانية متفقين عليها ما في عنده، فيه جزء من اللبنانيين جزء كبير مختلفين مع حزب الله على سلاحه أنه بقوله أسلاح يجب أن يكون في يد الجيش اللبناني سليم وهذا منطقي، عظيم فحزب الله يخشى أن تكون في هذه الحكومة وزير أو وزراء ملغومين يعقدوا اتفاق مع المجتمع الدولي تحت بند 1701 لتدخل أمم المتحدة في لبنان ضد حزب الله أو لفرض سيادة الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية هذا هو السؤال الوحيد اللي عنده هاجس عليه حزب الله بالنسبة لأي حكومة غير سياسية أو غير تكنو سياسية لسبب بده تكنو سياسيين يحافظ على رمانة الميزان أو بيضة القبان أنه يكون فيه داخل الحكومة أعضاء بالوزارة بيكونوا هني ضمنين له أنه ضمنين له أنه أستاذ أيمن لأنه بمجلس وزراء في لبنان لا قرار يصدر إلا بالحكومة مجتمعه يعني ما فيهم من أصل 30 وزير 20 وزير يأخذوا قرار لازم المجلس وزراء يأخذ قرار بالتوافق والإجماع فإذا أنه عنده الوزير واحد لقلهم وشافوا أي قرار ما بينسبهم بيعارض التوافق هذا فإذا أصبح القرار غير شرعي وغير دستوري وغير نساقي وغير قانوني فمش لهيك أني مصررين على تكنو سياسية أنا عبقول لحزب الله ولحركة أمل شريك حزب الله بالسلطة ولكل الأحزاب الموالي لحزب الله نحن اليوم مش بصدد نبحث أي موضوع عن المكتسبات السياسية لأنه إذا وقع البات لحيقع البات على جميع مش لحيضل فيه ميني فاتش المكتسبات أول سؤال إذا كان ده جزء من حل الأزمة اللبنانية ده مجرد طرح للنقاش مش لمواقف بعينه إذا كان جزء من حل الأزمة وتفكيك المؤسسة العسكرية إن صح التعبير لحزب الله كيف يمكن هذا التفكيك؟ يعني من الذي سيتدخل؟ هل الدولة اللبنانية منفردة؟ هل بتدخل دولي؟ ولمصلحة من؟ هل في النهاية هذا هدف حد ذاتي لمصلحة لبنان؟ أم لمصلحة إسرائيل؟ أم ضد مصلحة إيران؟ ما هي مسألة معقدة للأسف هيểm ولا ماسألة؟ لا المصلحة لي مش معقدة حضر التجترحت السؤال حاضر التجترحت السؤال مصلحة مم متطبح مصلحة إسرائيل نحن عمّا في لبنان ما زال عمّا مزارع شبعا اللبنانية محتلة من الاحتلال الإسرائيلي نحن عم نحكي هلأ سياسة وعم نحكي جغرافيا تمام مزارع شبعة ما تزال محتلة من الكيان الإسرائيلي فإذا اليوم حزب الله بقول أنه أنا عندي بعض شقف من لبنان محتلة فريق لبنان عبقله سلاحك لازم يكون موضع بحثوا نعمل استراتيجية دفعية عظيم طب طب لا نتفق باستراتيجية دفعية لبحثوا فيها بعين التيني وطب طب حثوا فيها بأسر الجمهوري ببعبدة طب طب لا نتفق بموضوع مزارع شبعة وتحرير مزارع شبعة بالإضافة حزب الله بيحكي عن موضوع تاني ومهم جدا موضوع الأبار البترولي الموجودة بالمياه الإقليمية اللبنانية يلي إسرائيل عم تجي وبتحفر وبتأخذ منها اليوم حزب الله بقول لو ما هو ما كان موجود كانت إسرائيل فاتت وعملت ونكلت وساوت متملأ تركيا فاتت على سوريا وبعتت دروم على أبروس من يومين وعم تعمل هيمنة عسكرية ويحيي موجودة بليبيا بخسرة مصر طب شو عم تعمل تركيا بليبيا قال له يا فرعون مين فرعنت قال له فرعنت حالي وما أحد أردني فإذا اليوم حزب الله عم بقول إذا إسرائيل إجت بدت فرعن حالة لا في من يرده فإذا هون في فريقين من لبنانيين منقسمين بهذا الرأي إنه سلح حزب الله اليوم يعمل توازن مع إسرائيل توازن الرعب مع إسرائيل تما تعتدي على لبنان بالنسبة للحدود الإقليمية من ناحية البحر وأنه بالنسبة للحدود نحن ما عرف أنه من 2006 إلى هل لا مصر في اعتداء إسرائيل على لبنان وأكيد مش من محبة إسرائيل على لبنان لأنه في حساب لهالترسان الصاروخية اللي بيملك حزب الله في فريق لبناني بيقلك هالترسان العسكرية عاملين مربع عسكري ومربع أمن وامتيازات أمنية وامتيازات مالية وكل الأقضايا كمان هاي هاي دي صح وهي دي صح فإذاً لبناني يجب يجيو يتوافق عليها اليوم هاي دا الموضوع منه قابل للبحث لأنه في موضوع الجوع والبطن والموت صحيح فإذاً اليوم حكومة تكنوكرات تهتم بتصريف أعمال البلد مشاريع إنمائية مشاريع اجتمعية مشاريع صحية مشاريع تعليمية مشاريع إنسانية وتنموية وبعدها على مستوى السياسية كانك تريد أن تقول نريد حكومة تكنوكرات تهتم بالمسائل الاقتصادية ومسائل الجوع والخدمات وما شبه ذلك دون الدخول في النزاعات السياسية انصحة تعبير هل ما فهمته صحيح؟ هذا هو الصحيح وبعدها اليوم نزاعات السياسية تنبحثه في مجلس النواب في رعاية رئيس الجمهورية هاي دي المواضيع أساس المواضيع دي عمره هذا الموضوع مش عمره يوم ويومين نجي هلأ نحنا بنا نحل القصة هذا الموضوع عمره 30 سنة عمره 30 سنة وبعدها اليوم بنا نجي نحكي بأسلح حزب الله وقت الناس اليوم على الأكسجان على الأكسجان لا حيموتوا يعني خلينا نحن الأستاذ آيمن لو نحنا اليوم على الطاولة عم نبحث القضية اللبنانية بال2015 2016 بللك الأحزاب بالسلطة وعم بيشتغلوا وعم بيعملوا هالمشاط الانمائي إلى حد ما تعالى نبحث بالقضايا السياسية ولكن اليوم المريض على الانعاش بحالة الانعاش لبنان بحالة الانعاش الشعب اللبنان بحالة الانعاش لا يجوز أن تبحث بأي موضوع قبل انعاش الشخص اللي هو ممكن يموت بين يوم يوم لبنان على فراش الموت الدولة اللبنانية على فراش الموت الاقتصاد اللبناني على فراش الموت النظام المصرف اللبناني على فراش الموت المواطن اللبنان على فراش الموت ممكن ما يستمر أكثر من كذا يوم مش كذا أسبوع الموضوع لا يحتمل بقى غير قابل للممارطلة وغير قابل للتكنو سياسي وغير قابل للمقتسبات السياسية وغير قابل لأي من الحديث البزنطي أو المخاطرات السياسية والكلمية هذه العام المعيب أنه يحكي فيها طبعا أنا مش في محل أن أرد على ما وصفت حضرتك بما تفعله تركيا في محيط البحر المتوسط وخاصة بالاتفاقية مؤخرا مع السراج في ليبيا ولكن هو بالمنطق وكما يرى المحللون مصر يعني لا يستدرجها أحد لرد فعل عصبي أو ما شبه ذلك بالتأكيد دائما ما تقدر الأمور حق قدرها وتأخذ القرارات بشكل المثالي نقلت المشكلة إلى المنظمات الدولية رأيي للتحاد الأوروبي الآن فيما تفعله تركيا هو نوع من أنواع يعني إثارة المشاكل بالتأكيد هناك مستفيدون من إثارة المشكلة سواء ما بين تركيا وقبرص أو ما بين تركيا وأطراف أخرى لكن على أية حال إحنا مش هنسبة الأيام في الإجابة عليها هي اللي هتكشف عن نوايا كل دولة النقطة الأخيرة طبعا من حق حضرتك بالتأكيد أنك أنت تتعلق عليها إذا شايف مستبل الأزمة فيه والبدال إيه هل تدخل من الجيش بصورة من الصور؟ هل تدخل من المجتمع الدولي بصورة من الصور؟ هل الشعب اللبناني قادر على حسم المشكلة بمفرده؟ لا أنصح بالتدخل للجيش والجيش اللبناني ما عنده نية التدخل ولا المجتمع الدولي أنا أنصح القيادة السياسية بالسلطة اليوم ومثلا في رئيس مشيل عون لا ما بدنا نحامل رئيس عون مسؤولي ولا الرئيس سعد الحريري مسؤولي ولا نبيب ولكن أحساب السياسية نحن اليوم رأحساب السياسية بالسلطة هني بمثلوا هالسوليسي هولي والرباعي والخماسي كويس؟ نحن عم نقول هالسلطة اليوم تتنحى عن العمل السياسي طيار الوطن الحر قرر ببيام أصدره جبران باسيل أنه هني صاروا بالمعارضة وما بدون يكونوا بالحكومة القوات اللبنانية ما بدون يكونوا بالحكومة كويس؟ فإذا من اليوم حركة أمل وحزب الله ما يكونوا بالحكومة مثل الفريقين الأكبر المسيحيين يلي بالمقابل حركة أمل وحزب الله شركيهم بالسلطة وطيار المستقبل بيترقصوا سعد الحريري كمانا يكون مراقب مش شرط أنه يكون قلو 30 سنة بالسلطة يعني هذه السلطة ملنة ويراسية نحن مش عايشين بدول الخليج بمملكة وإمارة ويراسية نحن بظل دولة مدنية علمانية بحكم ذات حكم مدني وديمقراطي فإذا وين نحن تجد؟ في الأفق الزمن اللي حركة شايفه سيد إدمون اللي ممكن يتم فيه حسم هذه المسألة أولا توقعتك للغد دي هل الشرط دي ممكن تؤتي بنتيجة ولا تكون حلقة في سلسلة لسه ممتدة؟ لا التاريخ عم نسجل نحن على حلقة على الهوى لح تكون مسجلة أي حكومة غير تكنوكراط أي حكومة تكنو سياسية الشارع اللبناني رح يرفضها رافض قاطع رافض قاطع ما بقى فيه سألة الشعب اللبناني بأي حزب من الأحزاب السياسية الموجودة اللي قلهم 30 سنة بالسلطة 29 سنة بالسلطة وفش له وصلت الرسالة وأظن أن حضرتك كررتها ربما ومن حق الشعب اللبناني يجرب غيرهم من حق الشعب اللبناني يجرب غيرهم ولا مرة التالتة من حقنا نحن كاللبنانيين نجرب غيرهم وصلت الرسالة وأظن أن حضرتك أجادت نفسك وكررتها عشرات المرات في هذه الحلقة حتى تصل إلى المسامع كما يقولون بالعربية غدا لنظره قريب هاي بان الدنيا رايحة الفين وطبعا كل الأمنيات بأنه تنتهي الأزمة وما حدا يوهمنا بأنا أو لا أحد وما حدا يوهمنا أنه إذا مش هو الفوضى لا الفوضى كانت موجودة لما كان هو بالسلطة لما كان هو بالسلطة نحن رحنا للجوع للجوع نحن من حقنا نختار بدائل ونجرب البديل وأكيد البديل أفضل أتمنى دا وبشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة شكرا لتلفزيون النيل وشكرا لبنمك المشهد ومعدين البرامج ومهندس الصوت ومهندس التصوير وكل العاملين خلف الكواليس شرفتنا السيد إدمون بطرس المحل السياسي ورئيس الرابطة القطية في لبنان وأيضا رئيس مؤتمر الأقليات بشكرك شكرا جزيلا على تشكرا مع كل الأمنيات الطيبة لحضرتك ولبنان الشقيق بانتهاء هذه الأزمة على أفضل ما يكون شكرا جدا يا فاني شكرا وشكرا موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من المشهد على أمل اللقاء دمتم في أمان الله وإلى الله شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة